ومن القاهرة ينضم إلينا الدكتور أيمن الرقاب أستاذ العلوم السياسية الكاتب والمحالل السياسي دكتور أيمن العودة إلى سياسة الاغتيالات ما هي الدوافع الإسرائيلية وما هي الحسابات الإسرائيلية في ذلك؟ بداية النخل الكريم نترحم على شهدان الأبرار وأنا أتمنى الشفاء لجرحان البواسطين وأنا أتمنى أن يحقن الله دماء شعبنا الفلسطيني المتتبع بشكل دراماتيكي ما حدث في قطع غدسة أو فجر أمس من اغتيال الاحتلال الشهيد بهاء أبو العطى يدرك أن نتنياهو وتصريحاته التي سبقت ذلك ولا تصريحاته بعد ذلك أن نتنياهو لم يكن هذا الحدث عشوائيا نتنياهو كان يخطط لهذا الأمر بشكل سياسي بغض أن عطر أن ما ذهب به كثير من المحللون ولكن لنا سوقف في ديسمبر من العام الماضي من كان سببا في انهيار اتلاف نتنياهو ونفتلي بنتا الذي عاد تكليفه وزيرا لجيش الاحتلال وكان يرفض ذلك في ديسمبر من العام الماضي ماذا تغير ماذا حدث نتنياهو كان متوقع منه أن يشن حرب إما على الشمال أو يفتح حربا في قطاع غزة في سبتمبر الماضي عندما فشل وأخفق في تشكيل الحكومة أعطى وقتا طويلا في محاولة قد ينجح في أن يصل إلى اتلاف حكومة دون أن ينجر إلى معركة في غزة بالطبع ستكشف زيف هذا الاحتلال وعدم مقترته على مواجهة شعب أعزل مقور يحاول من إمكانيات بسيطة أن يصنع هذه القذائف الصغيرة التي تنطلق باتجاه بلدات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة والتي تربك هذا الاحتلال وتجعله يختبئه وجيشه داخل طبعا هذه البيوت المحصنة لكن واضح أن نتنياهو كان يهدف من عملية الاقتيال هو جر الحالة السياسية لتشكيل حكومة أمنية تعدت نتنياهو قبل أن عملية الاقتيال بثلاث أربع أيام قبل أن يكلف نفتالي بنت مباشرة وسيرة لجيش الاحتلال بضرورة أن تشكل حكومة أمنية وقال أن رئيس دولة الاحتلال يعني ريفلين يعي ذلك ويعي ضرورة تشكيل هذه الحكومة وهي حكومة أمنية الحكومة الأمنية يعني حكومة تتدخل في حرب في المنطقة بإمكانت في الشمال أو في الجنوب هذا يعطي دلالة واضحة أن الاحتلال عندما أقدم بموافقة وبدوء أخضر من نتنياهو في تنفيذ عملية الاقتيال هو الهدف منها السياسيا الحديث الآن عن محاولات أعتقد هدنة أعتقد بشكل دقيق ليست في الوقت الحالي نتنياهو لم يحقق هدفه حتى هذه اللحظة بني جنيتس متبقي لتكليفه سبعة أيام لكن هنا دكتور أيمن البعض ربما يقول أنه من قبيل الاختزال هنا أن تختزل عملية الاغتيال التي تمت على هذا النحو واحدة في قطع غزة ومحاولة أخرى في العمق السوري تختزل في الهروب إلى الخارج هروب نتنياهو من أزمة سياسية أو انتخابية إلى الخارج ووجهة النظر هذه تقول أن اغتيالات القادة قادة المقاومة قد تكون لها حسابات أخرى غير ذلك أو مع ذلك يعني لو تحدثنا نتنياهو لماذا استهدف جهد الإسلام ولم يستهدف مثلا الحماس تصريحات التي كانت تتوارد بين الفين والأخرى بأن هناك الطيران الإسرائيلي يستهدف الحجر الشعبي في العراق ويستهدف وخطة الاستهداف أيضا مواقع في اليمن استباحة سوريا بشكل دائم ومعتاد ومحاولة اغتيال في نفس اليوم في نفس التوخيط تقريبا محاولة اغتيال أكرم العجور هو قيادي في حركة جهد الإسلامي في دمشق وينفذ العملية في غازل أنا أعتقد هذا الأمر ليس عشوائي بالتأكيد هذا الأمر مرتبط في بعض وأنا أرى أنه الهدف سياسيا أكثر منه نتنياهو يريد أن يوصل رسالة للمجتمع الإسرائيلي أن هناك خطرا في الشمال تقرف الجبهة السورية يعني تقصف منذ فترة طويلة وتستباح بشكل دوري وردة الفعل ليست أكثر من شجب واستنكار ولا يكون ردة فعل بمستوى الحدث في الداخل الفلسطيني في غزة يدرك نتنياهو أيضا الخطر من قطع غزة كما يروج وبالتالي يرى أدروة أن تشكل حكومة نتنياهو تنتظره ملفات كبيرة جدا في حال أخفق في تشكيل الحكومة وأنا أعتقد هو الحماية الوحيدة لها أن يستمر في الحكومة الاحتلال حتى لو لم يكن في المرحلة الأولى رئيس الوزراء ولكن هو يرى أن الآن الفرصة سانحة له استمرار بقعة الحرب وتوسع بقعة المواجهة بشكل أو بآخر ستجعل فرصة كبيرة جدا لنتنياهو لتشكيل الحكومة وقد يكلفه نتنياهو بذلك عفر ريفلين بذلك بني جينتس قد يفشل خلال أيام وبالتالي سيعود بالتكليف إلى ريفلين الذي سيكلف نتنياهو مرة أخرى وأنا أعتقد أن هناك ترتيبات لتشكيل حكومة أمنية إسرائيلية لم يعلن عنها حتى هذه اللحظة ولكن قد نجد بني جينتس جزء من هذه الحكومة لأن تصريحات بني جينتس اليوم بأن غزة لن يسمح لها أن تستمر في ذلك ويجب أن يوضع ردعا لقطاع غزة أعتقد أن هذا يعطي دلالات بما يدور في الخفاء في وجود حكومة أمنية قد نشدها خلال الأيام القادمة هنا نتنياهو دكتور أيمان نتنياهو يتحدث عن رسالة ما يقول هو أنها وصلت لحركة الجهاد تبدو المسألة معقدة أكثر من كونها هروب من أزمة انتخابية أو أزمة سياسية أي رسالة أخي الكريم الرسالة في مقدرة الاحتلال على اكتيال الشهيد بهاء أبو العطاب يعني التكنولوجيا التي يمتلكها الاحتلال لا نمتلكها نحن القوات العسكرية التي يمتلكها الاحتلال لا نمتلكها نحن إمكانياته في رصد كل شيء في غزة من خلال طائرات الواكس الاستطلاعية وأيضا طائرات الـ F-35 اللي موجودة لديه أعتقد القدرات العسكرية متفوق ما نمتلكه نحن كفلسطين عزل في قطاع غزة أضعاف يعني كبيرة جدا ولكن في صياق القوة التي كما يتحدث الرسالة وصلت إن كانت الرسالة مرتبطة في الجهد الإسلامي وعلاقته بإيران إن كان نتنياهو يقصد في ذلك أنا أعتقد دلالات بعيدة جدا لأن الصمت يعني واضح من إيران وحلفاء في المنطقة لا وجود لرؤية أن يكون هناك لو تسعد دارة حرب تدخل في هذه الحرب وبالتالي أنا أعتقد الرسالة لجهد الإسلامي كان يعتقد أنه باكتيال بهاء أبو العطى نتنياهو أنه سيمنع الجهد الإسلامي من إكمال إعدادها أو أن يقول لها قوة عسكرية فهو مخطئ نتنياهو في تصريحاته وقل قادة العسكرين أن الشهيد بهاء أبو العطى كان يمثل خطرا متواصل عليهم وأنه كان هو الذي يقف خلف إطلاق السواريخ من شمال قطاع غزة إلى البادات إسرائيل ونعتقد أنه حتى في حال المصول إلى تهدى الأمر لن يكون في الأيام القريبة إلا إذا شعر نتنياهو حق قدفه وأيضا الأمر قد يرفض في أهداف للمقاومة طالما أن الملف قد فتح بشكل عام شكرا لك الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية الكتب والمحلل السياسي من القاهرة شكرا لكم